المصيبة اللي حصلت كان عمي موجود هناك فيها أسر كاملة حكولك إيه كان يوميا كل واحد رايح لوحده في العيلة ولا كان رايحين مع بعض بالنسبة لعمي كان عندي هنا في إسماعيلية قبلها بيوم هو وأولاده كان عندك مناسبة حلوة كان عندي زفاف بآخر بنت ليه آخر بنت؟ آخر بنت من بناته كانت تجوز يوم الخميس 23-11 المغرب قال أحروح قلنا له خليك كده مرضيش روح يوم الجمعة يوم في الروضة ده يوم بيشوفه زي العيد كل الناس بتستعد ليه من الصبح يعني مش فكرة أنه بيروح يخطف صلات الجمعة ويرجع لا لا هو حدث الناس كل اللي استشهدوا في الجامعة من أوائل الناس اللي بتروح ساعة القرآن قبل الأدان تروح في المسجد تستمتع بيوم الجمعة بس في اليوم ده بالذات سبحان الله زي ما يكون في حدث جلل هيحصل وحتى جمال اللي هو ابنه الصغير جمال ده كان بروح الجامعة متأخر في الخطبة شوية يومها بالذات والدته بتقول لي كان مستعجل قبل أبوه ومشي وهم سكنين جانب الجامعة أساسا فربنا قدر استشهد هو وأولاده اتنين وأولاد العم برضو تب قولي المراتة عمت